مصالح الأرصاد الجوية اليوم الاثنين من تساقط أمطار رعدية تتراوح كمياتها بين 15 و20 مم محليا كما أشار التنبيه من المستوى الأول أن الأمطار مرتقبة بداية من الساعة الثانية زوالا إلى غاية الساعة العاشرة من ليلة اليوم في حين ذكرت المصلحة ذاتها أن الولايات المعنية بالأمطار هي كل من النعامة سعيدة البيض الجلفة تيارة إضافة إلى الأغواط إليزي جانت تمنراست برج باجي مختار في حين ستكون موجة حر قوية واضطراب جوي بداية من الأربعاء على هذه الولايات كما ستشهد الولايات الشمالية للوطن موجة حر تتعدى في بعض المناطق 40 درجة تحت الظلي غير أن الوضعية الجوية ستتغير بداية من الأربعاء المقبل بسبب قدوم اضطراب جوي محمل بأمطار مع درجات حرارة منخفضة اشتركوا في القناة